بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادة في المدرسة المصرية للغات معكم اليوم مصر محمد عبد النبي مدرس الدراسات الاجتماعية اليوم سوف نبدأ أولى حصص مادة الدراسات الاجتماعية في منهج التاريخ الوحدة الثالثة تتكلم عن مصر تحت الحكم العثماني الدرس الأول يا أولاد بيتكلم عن مصر بين المماليك والعثمانيين وبتكون الدرس بتاعنا من ثلاث نقطة نحن هناخد نقطة واحدة بس من النهاردة من الثلاث نقطة دول أو النقطة بتتكلم عن القوى المتصارعة على العالم الإسلامي النقطة التانية بتتكلم عن المعارك التي دارت بين هذه القوى السياسية النقطة التالتة بتتكلم عن ملامح الحكم العثماني يبقى بيتكون من ثلاث نقطة القوى المتصارعة والمعارك التي دارت بينهم وملامح الحكم العثماني نحن هندرس بس أول نقطة اللي هي القوى المتصارعة على العالم الإسلامي وهنعرضها طبعا مع بعض ونعرف أماكنها ونعرف مصدر قوتها أو ضعفات القوى الثلاثة دول يا أولاد نحن نتكلم عنهم هما زي ما تشايفين قدامي كده بيقول لي في أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر ميلاديا حدث الصراع بين ثلاث قوى سياسية على العالم الإسلامي المماليك والصفويين والعثمانيين يبقى أنا لما أسأل هنا وأقول متى بدأ الصراع على العالم الإسلامي بين القوى السياسية الثلاثة هقول له منذ أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر ما هي القوى السياسية المتصارعة على العالم الإسلامي سيقول لي رقم واحد المماليك رقم اثنين الصفويين رقم ثلاثة العثمانيين هيكلمني هنا يا أولاد عن أول قوة وهي المماليك طبعا هنا أنا لازم أعرض الأول المماليك قوة من القوة السياسية المتصارعة أعرف أماكن وجودها أو ممتلكات هذه الدولة وبعدين نعرف مدى قوتها أو مدى ضعفها وإيه الأسباب اللي هتؤدي إلى هذه القوة أو الضعف طبعا عشان أعرض القوة الأولى اللي هي المماليك لازم أعرض الأول ممتلكات دولة المماليك ممتلكات دولة المماليك في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل إفريقيا أو الجزء الشرقي من ساحل إفريقيا المطلع على البحر الأحمد طبعا الكلام ده ما ينفعش كده لازم لابد من وجود خريطة بنوضح عليها طبعا هذه الأماكن الأماكن طبعا عشان تظل في ذهننا أول مكان طبعا دولة المماليك زي ما قال لي فين أولاد موجودة على الخريطة على طول هنشاور مع بعض كده موجودة فين؟ موجودة في مصر موجودة في بلاد بلاد الشام موجودة في بلاد الحجاز وموجودة في جزء من الساحل الإفريقي الشرقي المطل على البحر الأحمر يبقى احنا دلوقتي أول قوة من هذه القوة السياسية المتصارعة للعالم الإسلامي هي دولة المماليك فين أولاد؟ طبعا على طول أنا حفظت مصر بالخريطة في مصر والشام والحجاز والجزء الشرقي من الساحل الإفريقي المطل على البحر الأحمر دي ممتلكات دولة المماليك ولكن دولة المماليك هتدخل في صراع مع قوة سياسية أخرى أقوى منها يعني معنى الكلام دا أن دولة المماليك كانت دولة تعاني من حالة من الضعف طب السؤال على طول هترح نفسه هنا على طول هيقول لي إيه هي مصر أسباب ضعف دولة المماليك هل دولة المماليك تعرضت لمجموعة من الأزمات أثرت في قوتها؟ قال لي آه طبعا وأول هذه الأزمات هتبقى يا أولاد أزمات إيه؟ أزمات اقتصادية الأزمات الاقتصادية ممثلة طبعا زي ما أنتم شايفين قدامكم على طول على الخريطة بيوضح لي هنا فيه تلت قرات لها قرات العالم القديم أسيا وأوروبا وأفريقيا هيقول لي طبعا أن فيه سهم طالع من أوروبا من أسبانيا هينزل من أسبانيا والبرتغال هيروح يقوم الضوران حول قرات أفريقيا فيما يعرف باسم طريق رأس الرجاء طريق رأس الرجاء الصالح وهيتجه بعد كده في طريقه إلى المحيط الهندي ومنه إلى مناطق المواد الخام في قرات أسيا أو في دولة الإيه أو في دولة الهند ده اسمه طريق رأس الرجاء الصالح اكتشفوا البرتغاليين عشان يتخلصوا من المبلغة في الضرائب اللي بيفردها أو الرسوم اللي بيفردها الممليك في مصر طبعا على التجارة اللي بيتمور طب ايه دخل ده مصر بدولة الممليك هقول لك طبعا ما دي أول حاجة اللي احنا قلنا عليها أولاد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها دولة الممليك وكانت سبب في ضعفها اللي هي هتتمثل في مصر هتتمثل طبعا في اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح في عام 1498 ميلاديا مما انعكس سلبيا على حركة التجارة في مصر وأثر سلبيا أيضا على اقتصاد دولة الممليك السبب الثاني يا أولاد في الأزمات الاقتصادية وهو طبعا انهيار أو تحطيم الأسطول المملكي في موقع الديول بحرية عام 1509 اتحطم أسطول الممليك في موقع الديول بحرية مما كاد له أسوأ الأثر على الأوضاع الاقتصادية وأيضا ضعف قوة الممليك العسكري يابا هنا السؤال يا أولاد هيقول لي بما تفسر تعرضت دولة الممليك للعديد من الأزمات الاقتصادية هقول له طبعا ده بسبب واحد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح في عام 1498 وتحطيم الأسطول المملكي في موقع الديول بحرية عام 1509 أنا هنا بقى لو نقلت يا أولاد على النوع الثاني من الأزمات اللي أثرت في دولة الممليك وهي الأزمات السياسية طبعا تعرضت دولة الممليك لأزمات سياسية خطيرة جدا من طبعا أول حاجة عدم استقرار عدم استقرار الأمن أو اضطراب الأمن في البلاد طب الاضطراب في الأمن يا مستر ده رجع لأيه هقول لك طبعا ده رجع للصراع المستمر بين مجموعات الممليك ده بالإضافة طبعا لكسرة الفتن والصورات الداخلية مما أرهق وأضعف القوى العسكرية لدولة الممليك يبقى بما تفسر تعرضت دولة الممليك للعديد من الأزمات السياسية هقول له بسبب واحد اضطراب الأمن اثنين الصراع المستمر بين الممليك لأنهم كانوا مقسومين لعدة مجموعات كمان كسرة الفتن والصورات الداخلية طب إيه نتيكتو ده أولاد أدى إلى ضعف القوى العسكرية لدولة الممليك يبقى أولاد على القوى السياسية الثانية المتصرعة في العالم الإسلامي بعد دولة الممليك وهي الدولة الصفوية الدولة الصفوية زي ما تشايفين كده هي مكانها فينا مصر الدولة الصفوية الدولة الصفوية اللي هي أولاد دلوقتي إيران أو قديما بلاد فارس يبقى مركزها بلاد فارس قديما أو إيران أو إيران حاليا طب مصر هي الدولة الصفوية أو إيران كاتل عاصمة بتاعتها كاتل عاصمة بتاعتها أولاد مدينة تبريز يبقى العاصمة تبريز ومركزها بلاد فارس قديما أو إيه أولاد أو طبعا إيران حاليا بعد ما عرضنا قوتين يا أولاد اللي هم دولة المماليك والدولة الصفوية هنعرض القوى السياسية الثالثة وهي الدولة العثمانية أو تركية حاليا لو بسطوا معايا كده على الخريطة هتلاقيه أنه هو موضح لك طبعا إن فيه عندك تلت دول هم دولة المماليك اللي احنا قلنا في مصر والشام والحجاز والساحل للإفريق الشرقي المطلع البحر الأحمر والدولة الصفوية في بلاد فارس أو إيران والدولة العثمانية طبعا اللي هي تركية حاليا طبعا دول التلت دول هتلاحظ أنه هيقول لحضرتك معايا كده إن مع بدايات القرن الستاشر الميلادي قرر السلطان العثماني سليم الأول الاتجاه بتوسعاته نحو الشرق لما عندي كده تلت قوى سياسية موجودين هم يا أولاد في العالم الإسلامية متصارعين الدولة الصفوية ودولة الممليك والدولة الإيه والدولة العثمانية هبدأ طبعا هنا أقول لكم طبعا الأسباب اللي هتدفع الدولة الإيه الدولة العثمانية إلى الاتجاه إلى الشرق يبقى إن أنا لو ركزت شوية أولاد وقفت بعد ما أنا عرضت القوى سياسية الثلاثة أنا هسأل هنا سؤال مهم جدا فكر فيه بالراحة كده إيه الأسباب اللي دفعت العثمانيين أو السلطان العثماني سليم الأول إنه يتاج إلى الشام ومصر أو الشرق برغم إنه كان ممكن يتوجه إلى أوروبا حلاق إن السلطان العثماني أنا كان تفكيره زكي جدا هو خاف من الصدام بدول أوروبا طبعا نتيجة لتفوقهم من الناحية الحضرية والناحية العسكرية فخاف إن الصدام ده يأثر تأثير سلبي على القوى العسكرية بتاعته فبدأ يفكر فيه التوسع نحو الشرق يبقى الإجابة الأولانية في السؤال بتاعنا بتقول رقم واحد طبعا أدرك السلطان سليم الأول خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا ليه؟ بسبب تفوقهم الحضاري والعسكري متفوقين في جميع المجالات ومتفوقين في الناحية العسكرية على العثمانين فخاف طبعا من الصدام بيوم وبالتالي يؤثر تأثير سلبي على الجيش بتاعه ده بالإضافة طبعا لأنه هو بيمثل المسلمين هو أصلا سلطان العثماني ودولته دولة إسلامية فقرر أنه يتوسع في الشرق ووجه جيوشه نحو الشرق للتوسع في الشرق الاستلاء على ممتلكات الدولة الصفوية ودولة الممليك لما يعانوا الدولتين من ضعف وانهيار فاتجه إلى الشرق وخاصة للاستلاء على مصر لقلب العالم الإسلامي أو مركز القوة بالنسبة للعالم الإسلامي يبقى رغبة سلين في توسيع ممتلكات العثمانيين في الشرق عن طريق الاستلاء على مصر التي تمثل ولا تزال حتى الآن تمثل قلب العالم العربي الإسلامي يبقى هو اتجه للشرق أولاد لسببين اتنين السبب الأولاني خوف من صدامه بدول أوروبا نتيجة التفوقها ورغبة سلين في توسيع ممتلكاته في الشرق بلسلاء على قلب العالم العربي وهو مين وهو مصر ننهي الدرس قبل ما نكمل الواجب بتاعنا من النقاط الأساسية في الدرس أنا أريد أن تقولوها كل واحد يقول لي نقطة بسرعة أنه كان في مصر ثلاث قوى سياسية بتتصرع على العالم الإسلامي ما هي هذه القوى؟ قلنا طبعا دولة المملك والدولة الصفوية والدولة العثمانية تفقنا وعرفنا مع بعض ممتلكات دولة المملك على الخريطة تفقنا أن الدولة الصفوية أيضا كانت في بلاد فارس قديما أو إيران حاليا ما هي عاصمة الدولة الصفوية؟ قلنا تبريز الدولة الثالثة هي الدولة العثمانية اللي قرر السلطان العثماني سليم سلطان العثمانيين في القرد السلطاشة اللي هو توجه بتوسعاته نحو الشرق وعرفنا الأسباب اللي دفعته لهذا التوسط هنبدأ أولاد بأول سؤال في الواجب ضع علامة صحة أو خطأ مع تصويب الخطأ نقطة الأولى بتقول تحطم الأسطول المملوكي في معركة ديول بحرية 1509 ميلادين هنقول صحة أو خطأ نقطة الثانية بتقول اتجه السلطان سليم الأول إلى توسع في الدول الأوروبية طبعا السؤال واضح جدا وفي خطأ هنا في السؤال أنا بساعدكم في الإجابة سين 2 اكتب ما تشيروا إليه العبارة دولة قامت في مصر والشام مين الدولة اللي عامت في مصر والشام والحجاز النقطة الثانية بتقول طريق اكتشف في عام 1498 فكان سببا في تظاهر اقتصاد المصر هساعدكم شوية وأقول لكم اللي هو بيلف حول قارة أو بيدور حول قارة افريقيا السؤال اللي بعده بيقول سين 3 بما تفسر تعرض دولة الممليك لأزمات سياسية آخر سؤال يا أولاد في سين 3 اللي هو رقم 2 اتجاه العثمانين نحو الشام ومصر وشكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في الحصة القادمة